بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير وكالعادة مواضيع كتير جدا بنفتحها فيما يخص النادي الاهلي وكل الأمور الخاصة بالنادي الاهلي أولا نهاردة عيد ميلاد سعيد لأسطورة النادي الاهلي ورمز كبير من الرموز الكبيرة في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية تحديدا للنادي الاهلي الأسطورة كابتن حسن حمدي أطل الله في عمره الحقيقة ومتعه بالصحة والعافية والحقيقة أنا لو هتكلم عن كابتن حسن محتاج حلقات وحلقات وأيام كثيرة جدا عشان نقدر أفي لهذا الرجل بحقه لأن هذا الرجل مع النادي الأهلي مسيرة يخلدها التاريخ مسيرة طويلة جدا جدا الحقيقة منذ أن كان لعبا حتى انتهى به الحال إلى أن يكون رئيسا للنادي الأهلي ثم اعتذل العمل زي ما حضراتكم عارفين مسيرة طويلة يخلدها التاريخ لأنه هو نفسه اللي صنع التاريخ على مختلف الأصائد كابتن حسن حمدي اللاعب لو هتكي تتكلم عنه هتقول عنه واحد من أفضل من شغله مركز قلب الدفاع والليبرو في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي لو هتكلم عن كابتن حسن كموديل الكرة أو مشرف على فريق الكرة فمواقفه التاريخية قبل البطولات بتشهد بأنه الأفضل في هذا المكان أو من الأفضل في هذا المكان لو هتكلم عن مشواره الإداري من أول ما نضم لمجلس إدارة النادي الأهلي وفترة وجوده نائب لرئيس النادي مع المايستر الراحل صالح سليم ورفيق الرحلة طويلة جدا كابتن صالح ثم فترة ذهبية في رئاسة النادي الأهلي تشرفت بأن أكون لاعبا في ظل وجود كابتن حسن حمدي رئيسا للنادي الأهلي كابتن حسن اعتزل العمل العام زي ما قلت لحضراتكم في منتهى الهدوء لكنه لم يعتزل أبدا حب النادي الأهلي كابتن حسن دائما بيكون مشرف ومنور كل الغرياضية في النادي الأهلي أي افتتاح أي حاجة بتلاقي فيها كابتن حسن كابتن حسن له أيدي بيضاء على كرة القدم مش بس في النادي الأهلي ولا في مصر ولكن في القارة الإفريقية هتقول لي اسلام دي مبالغة هقولك ارجع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندما كرم الأسطورة حسن حمدي وقال عنه في بيان رسمي قد قرر تكريم حسن حمدي نظرا لمساهمته الفاعلة في تطوير الكرة الإفريقية وريادة الأهلي تحت قيادته كابتن حسن ندي الأهلي حصل على لقب الأكثر تتويجة في العالم برصيد 19 بطولة قرية قبل رحيل كابتن حسن عن مجلس الإدارة كما أنه أكثر رئيس نادي في القرى الأفريقية حقق بطولات محلية وقرية لنادي على كافة المستويات أكثر أتخيل يعني 36 بطولة محلية بالإضافة إلى 4 بطولات عربية والمكان اللي احنا موجودين فيه ده والاسم العريق لهذه القناة التليفزيونية العريقة قناة النادي الأهلي كابتن حسن حمدي كان رئيسا للنادي الأهلي عندما تم إطلاق قناة النادي الأهلي سنة 2008 كأول نادي في الشرق الأوسط يملك قناة خاصة به كل اللي موجود هنا الحقيقة حاجة جميلة جدا هو الكابتن حسن هو من زرع هذه النواة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر